في جميع الأحوال احنا جاهزين مع حضراتكم نستمتع بلقاء للتاريخ لقاء للمتعة لقاء رسمي بيجمع بين بطل أوروبا وبطل إفريقيا الأهلي بايمينيخ مطش بكرة ليه مفاتيح؟ طبعا ليه مفاتيح وده اللي هنتكلم عليه النهاردة مع واحد يمكن خاط تجربة المونديال مع النادي الأهلي في 2008 واحد من نجوم النادي الأهلي كابتن محمود سمير أهلا بيك يا كابتن محمود أهلا بيك ودائما بابا سعيد دا ما أكون متواجد معاك أنا أسعد دايما انشرفنا في السادسة لما بتجيب الورقة والقلم كده وتمسك مطش بكرة ده بتشوف إنه ممكن ممكن الأهلي يتخطى عقبة البايمينيخ ويوصل نهائي كاس عالم أندية طبعا في البداية خلينا ببارك الأول للعيبة والجهاز فني ومجلس الإدارة بكابتن محمود خطيب رئيس البعثة المشرف اللي الواحد بيتشرف بيه لما بيشوفه مع البعثة ببارك لهم على النجاح اللي هم وصلوله لكاس عالم الأندية ببارك لهم على مبارات الدحيل وصلوا لهم عاوزينه بتمنى لهم يا رب التوفيق إن شاء الله وبكرة نتفرج على مباراة كبيرة جدا طاليك بالعيب النادي الأهلي والتعب اللي تعبه فريق النادي الأهلي طوال موسم عشرين عشرين عشان توصل إن فرصك تبقى أوحش فرصك أسوأ سيناريوهاتك إنك أنت تبقى بتلعب على ثالث أو رابع عالم ده شيء بالتأكيد من السهل أكيد ومشوار طويل جدا ما ابتداش في مونديال الأندية ابتدى من أول مباراة بعد الحصول على رقب الدوري لمصري من أول مطش في بطولة دوري أطال أفريقي طبعا أكيد تعب كبير جدا على مدار الموسم للعيبة والجهاز فني ومجلس إدارة وربنا أتكلم مجهودهم وتعبهم بالنجاح إن هو يكون في الآخر في كاس عالم الأندية البطولة المحببة الجمهور نادي الأهلي بطولة أفريقيا إنك تكون متواجد في كاس عالم دي حاجة كبيرة جدا أي لعيب بيبقى فخور إن هو متواجد وسط جيل عظيم زي ده نفس الأجيال اللي فاتت للواحد كان يتشرف أنه كان موجود معهم في كاس عالم الأندية لما بجي بشوف المباراة الناس كلها بتحلم ببكرة أنا واحد من الناس من الجمهور دلوقتي اللي بتمتع بنادي الأهلي وبالجيلي الحالي اللي موجود اللي هو ستاني عشان النتيجة ولا عشان الأهلي وبير لا عشان الأهلي وبير الأهلي وبير أنت يعني موضوع كبير جدا أنت هليس حرج بتقول لي حاولت تجيب وراء وقلم وتشوف لا أما حاولت شامسك الألم أصلا لأنها تمسك الألم هتكلم عن مين ولا مين ولا مين في بير ميونخ صح عنده كتيبة كبيرة جدا بس رغم كل الأسماء ورغم فرق الإمكانيات ورغم الموسم الاستثنائي اللي عاملوا بير ميونخ في مش في ألمانيا بس في أوروبا كلها لكن في حتى جاء جوا كل أهلاية وتقول لك وليه لا؟ وليه لا؟ وعندي أمل وممكن بص هو أكيد مباراة صعبة جدا خلينا نكون وقعين مباراة صعبة جدا على العاية نادي الأهلي وجمهور نادي الأهلي لكن مفيش حاجة مستحيل على مدار السنين اللي فات بنشوف مبارات كتير بيبقى الموضوع فيهم صعب جدا لكن في الآخر بتلاقي نتيجة مختلفة يعني أنا عمري ما أنسى مباراة ليفربول وبرشلونا كان ليفربول مغلوب خمسة وفي الآخر ليفربول كسب ستة في ملعبه هتكلم معك على السنين اللي وهات كتيرة جدا خلينا بس نقول كل اللي بيتابعوا السادسة أنه مطش الخامس والسادس الدحيل وأولسن هيندي الكوري خلص لصالح الدحيل الدحيل اللي كسب بطل أسيا تلاتة واحد وانتهت المباراة الدحيل الخامس والسن هيندي السادس إحنا في اللحظة اللي بيكلم حضراتكم فيها دي أسوأ نتيجة ممكن يحقق نادي الأعلي في مشاركته أن يكون رابع عالم خلينا نروح لفصل ونرجع لحضراتكم مع كابتن محمود سمير مرة ثانية تاريخ كبير خدوا بالحضراتكم كلمة 12 هدف دي عشان أي حد يحققها محتاج شغل ومحتاج سنين ومحتاج مواهب ومحتاج ميزانيات ضخمة عشان تقدر تحقق إنجاز المشاركة في بطولة كاس عالم أندية ست مرات تتكلم على أن النسخة دي وصلت الخمستاشر مباراة لعبها النادي الأهلي أو أجيال مختلفة من نادي أهلي في بطولة كاس عالم أندية مازال عندنا الفرصة لزيادة عدد رصدنا من الأهداف الـ 12 هدف ممكن إن شاء الله بكرة يدخل نادي الأهلي جوان وإن شاء الله سواء كنا بنلعب ثلاث أو رابع أو أول وتاني إن شاء الله بإذن الله ربنا يكتبها لنا عندنا فرصة إن إحنا نزود أهداف تانية الكلام ده مش بس فلوس ومش بس إمكانيات ومش بس مواهب الكلام ده في المقام الأول والأخير شخصية بطل مش موجودة عند أي حد موجودة عند النادي الأهلي عشان كان دايما في كل مناسبة حتى وإحنا رايحين نلعب باير ميونيخ بنقول الأهلي يقدر مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم وبرحب بكابتن محمود سمير أهلا وسهلا بيكي تشاركت في 2008 2008 كنتم مطواجد يعني بالتأكيد كابتن محمود لما بتكون رايح وسط الكبار رايح بتلاعب أبطال طبعا رايح بتلاعب نجوم العالم بيبقى فيه سنة كده أنا مش بقول خوف لأنه ما بتهالي أي حد بيلعب في النادي الأهلي ما يعرفش خوف لكي بيبقى فيه رهبة بيبقى فيه خطفة بيبقى فيه حاجة محساساتك إنه المهمة مش سهلة المهمة صعبة إزاي بتتخطى ده؟ هل ده ليه علاقة بالإعداد النفسي؟ كلام الهيد كوتش مع اللعيبة؟ هل ده ليه علاقة بأول ملعاب ينزل الملعب؟ هل ده ليه علاقة باللعاب يحضر بين نفسه ونفسه؟ يعني حالة الرهبة دي بتروح إزاي؟ خصوة ما احنا داخلين على مواجهة بالتأكيد لعادة الأهلي برضو يعني إلى حد كبير شايفينها صعبة أكيد طبعا العامل النفسي يعني بشكل كبير جدا المدير الفني دايما في البطولات الكبيرة زي دي بلعب على العامل النفسي ما فيش شك اللعيبة بيبقى فيه زي ما حناك قلت فيه بيبقى فيه سنة رهبة مش خوف الرهبة دي مجرد ما بتنزل التمرين في المكان اللي انت متواجد فيه سواء كان في اليابان أو في قطر المكان اللي مكين فيه البطولة مجرد ما بتنزل التمرين خلاص انت دخلت في الأجواء بس ببقى المفهود المدير الفني دايما عليه عبء كبير جدا وهو الكلام الكتير الكلام الكتير نفسيا مع اللعيبة انك بتحس اللعيب لا انت مش اقلم من حد انت النادي الاهلي انت فريق كبير النادي القرن الناس كلها بترهابك اكيد الجانب النفسي في المباراة بتاع البكرة اهم كتير جدا من الجانب التكتيكي أو الجانب الفني بيشيل ضغط العصبي والضغط النفسي من على اللعيبة بتمنى ان بكرة ما باش فيه ضغط عصبي ولا نفسي على اللعيبة شوف زي ما قلت الحركة في الفاصل دي مباراة للمتعة اي لعيب في العالم بيتمنى ان هو يكون متواجد في المباراة سواء رسمية او مباراة وضدية ضد فريق كبير زي بار ميونخ او برشلونة او ريال مدريد فبشوف ان المباراة بكرة هي مباراة لعيبة مش مباراة مدير فني مدير فني كل عليه بكرة هو الجانب النفسي مع اللعيبة لكن تكتكيا فنيا اللعيبة بشوف ان ممكن ووارد انك تعمل مباراة عمرك بكرة حاجة تتحساب لك في التاريخ انك قديت مباراة كبيرة ضد فريق بطل العالم بار ميونخ ممكن تطلع بيها بنتيجة ايجابية ولقدر الله في نتيجة سلبية قريد ان تبتلعب ثلاث ورابع برضو حاجة كبيرة جدا مشرفة لنادي الاهلي ويطمح ان هو يحق مركز ثالث فيها مش صعب ان شاء الله باذن الله يعني زي ما كنت بقول انه جمهور بكرة في مطش بكرة هموا الاداء اكتر من نتيجة يعني حاسس انه عايز يشوف لعيبتو بتلعب مطش حالو مباراة قوية وانه خصم وند لبير ميونخ بصرف النظر عن النتيجة بقى شكل من الاشكال الحتة بتاعت الرغبة يعني الاهلي لما بيجي لعب بيلعب الكبار بتوء اوروبا يعني فيه نصخ كتير جدا واجيال كتير من نادي الاهلي لعبت مثلا ريال مادريد وكسبنا الريال واحد صفر لعبت روما الايطالي واحد من اجبر اندات ايطاليا وكسبناه اعتقد بسكورف ومطش اعتقد على ما اتذكر يعني كسبنا اربعة او اربعة اعتقد لعبنا البير نفسه لعبنا مونشن جلاتباخ لعبنا فرق كتير جدا بتهيالي حتى المطشات الودية لعبت نادي الاهلي بيبقى عندها رغبة تكون موجودة على اقل تأدير في الاساسي وما كانش في الاساسي يبقى عند دكة المطش ده انا عايز العبه بالضبط المطش ده انا عايز احطه في الاساسي بتاعي المطش ده انا عايز ابقى موجوده قدام اكبر اندات العالم بتهيالي ده في حد ذاته برضو حافظ عند اللعيب اذا كم نتكلم عن الرهبة مهم كمان نتكلم على فكرة الحافظ كل المبارات الحراجة زكارتها دي كلها كان العامل الرئيسي فيها الجمهور الجمهور لان كلها كانت في مصر فكان الجمهور عامل اساسي مدي حافظ للعيب بشكل غير عادي اللعيب قابلها باسبوع كان بيحضر المبارات ان هو نفسه يكون متواجد فيها نفسه ما يتصابش عشان يكون متواجد في مبارات كبيرة زي ما حاجته عليها انا شايف ان النادي الاهلي وهو خارج من القاهرة هو عامل حسابه ان هو مركز على ان هو يوصل لمبارات بير ميونخ اكيد كل اللعيب عندها طموح ان هي تعد الدحيل والحمد لله وقد كان وان هو يكون متواجد في مبارات بير ميونخ كل اللعيب بيطمح ان هو يكون اساسي متواجد في مبارات او اللي مش هيشارك ان هو شرف لي ان هو يكون متواجد في مبارات بير ميونخ يلعب بطل العالم بطل العالم بيطمح ان هو يحقق السوداسية ويبقى في الـ 2020 بالست بطولات نادي الاهلي برضو اكيد بيطمح ان هو يقدي اداء مشرف يليق باسم نادي الاهلي يليق بلعبته بجهاز الفني بمجلس الادارة بشوف ان المبارات بكرة اكيد طبعا مفيش شك صعب جدا لكن زي ما قلت احرك هي مبارات للعيبة اللعيب لو حس ان المبارات دي مبارات العمر بالنسبة له ان هو يقدر يظهر فيها نفسه ويشتغل بشكل كويس جدا بدون رهبة وبدون خوف وعد اول عشر دقيقة في المبارات اللعيبة هتخش في الجيم وهتقد بشكل كويس اصعب مطش لعبته في مشوارك او يعني خلينا اقول مش اصعب مطش بس المطش اللي كنت نازل وكاد كل الحسابات وكل التوقعات واحساس الجمهور واحساس الوسائل الاعلامة المختلفة انه الكفتين مش متساويتين او انه فرصك انت شخصيا كابتن محمود فرص 60 بتاعك في المبارات دي قليلة جدا او ضعيفة جدا كاد ايه وتعاملتوا مع الاحساس ده وانتو نازلين قبل مطش ازاي بس انا كان بالنسبة لي عشان كنت لسه راح نادي الاهلي فكان فيه مباراتين كانت اول مبارات بالنسبة لي كان اهلي وزمالك مباراتة كنت بتتفرج عليها في التلفزيون مع صحابك فجأة انت متواجد وستي سبعين ستين الف متفرج فاخضة كبيرة كانت بنسبة لي المبارات دي انتهت الحمد لله اتنين صفر لنا كان احمد فتحي الهدف الاول وعمد ماتعب الهدف التاني ما اقدرش انساها وكنت متواجد شوت التاني وقديت اداء رائع المبارات التانية كانت مبارات اسك اسك في القاهرة دوري مجموعات في بطولة افريقيا شاركت فيها وتعادلنا اتنين اتنين واحرصت الهدف التاني كان برضو كنا ماشيين بشكل مش كويس وكان لازم من موتش ده نكسب او نتعادل انه يكون متواجد وقد بشكل كويس وكان ربنا كرمي فيها واحرصت فيها هدف بتبقى المشكلة فين يعني بتبقى المشكلة في انه احساسكم انه مستويكم متراجع احساسكم انه فرص المنافس او ان المنافس بتاعكم فيها على مستوياته وبالتالي يعني نسبة الفوزل والمكسب والخسارة مش او حساباتهم مش معنا ولا بتبقى فين وبتتغير ازاي يعني بتيجي من الملعب مع صفارة الحكم ولا بتيجي من قط اللبس قبل ما تنزلوا الملعب لا انا بشوفها يعني بتبدأ من المدير الفني مهما ان كان قوة وحجم الفريق اللي انت هتلعبه المدير الفني بكلامه وتحفيزه ليك وثقتك في نفسك وازاي بيتكلم معاك دي بتشيل من عليك عبء كبير جدا فيه مديرين فنيين يعني نجحين جدا في الحتة النفسية مع اللعيبة واللعيب المصر عمتا عشان نكون صرحة هو محتاج المعاملة النفسية اكتر من اي شيء مباراة انك بتديله باور وتديله طاقة وتحسسه بيمة نفسه وبينزل بيعيز كسر الدنيا لحبه فيك كمدير فني وتحفيز الجمهور ليه في الملعب بيخليه بيقدي بشكل رائع جدا انا لسه كنت بفتكر معاك كمصر وهولادة في كاس العالم ومصر وبرازيل ومصر وإيطاليا كاس قارات مباراة زي مباراة زي إيطاليا واللي احرص فيها الهدف حمص وكسبت إيطاليا 1-0 لحد النهار دا احنا بنتكلم عليها مباراة البرازيل 4-3 اه دي مباراة الأداء انا عايز اقولك ان المصرين لما بيجوا ويفتكروا يحبوا أو يتفرجوا على رغم انك انت خسرت برازيل 4-3 انا بكلام على إيطاليا أداء ونتيجة إيطاليا طبعا تكسب لكن اصدقوا للأداء كمان اللي قدمت قداما لبرازيل وانت ند مع البرازيل فرقة منتخب من أبطال العالم وند 4-3 وعملت مباراة لحد النهاردة الناس كلها بتتكلم عليها بتمنى ان بكرا مباراة الناس ده نفسي يا كابتن محمود ده العامل النفسي عامل نفسي اللعيب مستني مباراة برازيل يطلع فيها كل اللي عنده وزي ما قلت حرك دايما في الدورة الممتاز لعيبة كلها بتستني مباراة كبيرة زي مباراة نادي الأهلي عشان يظهر فيها عشان يطلع كل اللي عنده والمباراة الكبيرة دايما هي اللي بتظهر اللعيب فيه لعيبة كتير جدا بتستنى مباراة نادي الأهلي في الدارة الممتاز عشان يظهر فيها وممكن يكون بيحضر لها من شهر إنه هو مستني مباراة كبيرة زي يعني أنا هلعب مع X و Y و Z وبعدهم الأهلي هو عينه على المباراة أنا هجهز نفسي وحضر نفسي أقدم أعلى مستوياتي في مباراة الأهلي وده اللي عمله نادي الأهلي إنه هو طالع من هنا وهو عينه على مباراة برميون أكيد فيه طبعا تركيز غير عادي في مباراة الدحيل ووصل اللي هو عاوزه مستر موسماني بالكتيبة بتاعته المحترمة اللي أنا بقول العيبة رجالة كلها يستهلوا الإنجاز اللي هما وصلوله وهم على قد المسئولية وهم طالعين من هنا هم عن يوم على مباراة برميونيخ والعيبة كلها مستني المباراة دي وأنا إحساسي الشخص إنهم بغض النظر على النتيجة أنا شايف إنهم هيقد بكرة مباراة رائعة يعني في أسوأ الظروف اللي وجهها النادي الأهلي من أول ما تولى مستر موسماني المسئولية سواء كان من ناحية صعوبة المباراة أو سواء كان من ناحية النقص العددي نتيجة إصابات أو نتيجة كورونا على قدر الله أو سواء من ناحية صعوبة البطولة أو حساسية المباراة اللي مثلا زي نهاية دور الأبطال الأهلي ما تخلاش عن الصبغة الهجومية حتى وإنت رايح تلعب الدحيل وفريق تقيل وبيلعب على أرضه وأكتر فريق انفقا على الصفقات ده كلام الفيفا مش كلامنا في أسيا وعنده أسماء يعني محترمة جدا برضو لعبت مباراة هجومية من اللحظة الأولى عمل جيم هاي للشوت الأول طبعا هل تتوقع أن السيناريو ده ينطبق أو قد ينطبق على ماتش البييرن ولا البييرن ليه تركيبة تانية وليه طريقة وليه تشكيل تانية لا أكيد طبعا مباراة بأن البيير لها قصة تانية قصة تانية مختلفة خالص كتيبة يعني ما فيش احتمالي أن احنا نبتدي المباراة دي مهاجمين لا صعب طبعا لا صعب لازم يكون فيه خد بالك أنت عندك فيه اعتبارين بالتأكيد مستر مستماني حسب لهم كويس أكيد فيه كذا سيناريو قبل السيناريوهات أولا البييرن وصل متأخر كان عنده مشكلة كبيرة في الرحلة أكيد هتأثر عليه لأنه دي بتبقى أرهاق والصفر مش قليل وعشان تيجي وتريح وتجهز ده نقطة مؤسرة النقطة التانية أنه احتمال كبير جدا يكونوا هم كمان مشغولين لأنه إحساسه أنه لازم أتأهل يعني البييرن رايح أكيد يعلم عن البطولة هو مرشح الأول أنا لازم أكسب البطولة أكيد فممكن يريح كتير من اللعيبة نتيجة الإرهاق ده لمطش النهائي من وجهة نظره يعني لو وصل وارد فتلاقي أنه مبتدي مثلا أو مدي مساحة أكتر ما نشوفش الفول سكواد ما نشوفش التشكيلة الأساسية النجوم العيار التقييد فده ممكن شوية يلغبط الحسابات لا أنا بشوف أنه عارف قيمة النادي الأهلي بطل أفريقيا وأكيد هو متابع النادي الأهلي واتفرج عليه أكيد أنا بشوف أنه هيبدأ بالكتيبة بتاعته الأساسية غنبري كيميتش لفنديفسكي يعني عنده لعيبة وسانيه طبعا ومانويل نوير عنده لعيبة تقيلة جدا يعني عنده سرعات وعنده استحواز وعنده تاكتك غير عادي بشوف طبعا المبارات دي تاكتك مختلف لنادي الأهلي خالص عن مبارات الدحيلة أو أي مبارات تانية مستر ميسومانيا أكيد أنا في التوقيت ده كان نفسي لعب البرسا أو الريال يعني في التوقيت ده كنتم ممكن تعمل نتيجة مع برشلونة أو الريال مدريد وتطمح أن أنت ممكن تكسب لكن طبعا الفترة اللي فاتت الناس كلها مطبع باير منخ فريق ماشي بشكل رائع رغم أنه لي زلتوا يعني سأقولك أنه في كاس ألمانيا خسر من فرقة أعتقد درجة تانية هولشتاين تانية ولا تالتة يعني تانية تالتة أعتقد يعني خسر منه محد صفر في الدوري وقع في أكتر من مباراة حتى ماتش هرتة برلين ما قدمش العرض يعني أو الكورة اللي إحنا رغم أنه كان بيال عفو سكواد لكن ما قدمش الكورة اللي هي بيقدمها الباران سولي الموسيقى ده في الدوري لكن أنت بتكلم دلوقتي ده بطولة مباراتين تاخد بطولة وهو المرشح الأول أكيد بطل عالم فبشوف أن مستر المسلماني حساباته مختلفة جدا المباراديات طب قولي الطريقة الطريقة من وجهة نظرك الأمثل يعني ايه الطريقة الأمثل اللي تلعب بيها انت شخصيا مع باير ميونيخ وإيه هو التشكيل الأمثل من وجهة نظرك اللي يلعب أو يطبق الطريقة دي عايز قولك مصر كلها سوشيال ميديا كله بيحط الطرق ويحط التشكيل كل واحد شايف من وجهة نظره حاجة معينة هولشتاين درجة تانية أكدوا المعلومة هولشتاين اللي خرج الطايرن بدربات الجزاء فريق من الدرجة التانية من دولة الألمان أنا بشوف بكرة إن شاء الله يعني نادي الأهلي بكرة أنا بشوف أن الشناو طبعا في حراس في مرمى هتلعب طريقة إيه الأول أربعة هنلعب أربعة تلاتة اتنين واحد طب جميل جدا متفقين ما لايش لازم أقفل لصة بلعب لو فيه ستة فلص بلعب لا لا للطريقة الأمثل أنا متفق مع أنا أتمنى أنه مستر مسلماني يكون سمعك دلوقتي وياخد لا أكيد والراجل طبعا دارس الدنيا كلها وعارف تاكتك اللي ممكن يلعب بيه مباراة كبيرة عالمية زي بيت بشكل إزاي وزي مبتلك والعامل النفسي الأساسي في المباراة دي أكتر من العامل التاكتيك والبدني تمام مجود البدني للأهلي هيبذلهم في المباراة دي مجود كبير جدا محتاج برضو اللعيبة تكون رزينة شوية بكرة بشوف الشناوي إن شاء الله في حراس في المرمى دايما الشناوي كنت بقول له حركة في الفاصل في المباراة الكبيرة زي دي الشناوي ببقى من أفضل العناصر اللي موجودة وبشوف إنه هيكون نجم المباراة بغض النظر على النتيجة ستشوف الشناوي بكرة يعمل مباراة عمره إن شاء الله بإذن الله معلول طوفيل الشناوي بكرة يفرق معنا كتير أكيد طبعا طبعا يفرق معنا كتير وطوفيل الفريق كله يعني إحنا كل واحد من نتمنى له إن شاء الله إنهم يعملوا مباراة نتمنى أن يكون موافق طاليك بالنادي الأهلي ويبقى أداء مشارف الناس كلها تقدر تتحكى عامل في اللي جاية هيحكوا هم شخصيا ليهم وللي جايين من بعدهم سواء من ولادهم أو أحفادهم أو للأجيال اللي جاية في النادي الأهلي هتبقى مباراة للتاريخ وهنتكلم عليها كتير أين كانت نتيجاتها هيقولوا إن إحنا في يوم الأيام وصلنا كاس عالم وكل عائدنا بباير ميونيك خاصة لو عمل نتيجة إيجابية طبعا طبعا دا لو عمل نتيجة إيجابية أنت بتكلم يمكن يكون أعظم وأهم إنجاز في مسيرة أي لعب يعني يمكن يكون أكتر من لو يفاز أساسا بكس العالم للأمدية بشوف طبعا الشناوي وعلي معلول أيمن أشرف بدر بنون محمد هاني بشوف خط النص أليو ديانج وحمدي فاتحي والسلية التلاتة اللي قدام طبعا إنت محتاج حد يقف عالكورة ومحتاج سرعات معاه فبشوف إن أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف يعني بشوف إن أنا عندي اتنين سرعات زي محمد شريف وطاهر وقفشة من الناس اللي بتلعب الناس كلها بتلعب كورة بيعرفي وفع كورة بصير من الدرجة الأولى يعني عائل وهادي في كورته بشوف يعني ممكن تكون دي الطريقة الأمثل اللي نادي الأهل يا بكرة إنه يعب بيها ورد بار من أنا يعني إذا كنا هنخلص أو إذا كان في حتمال إن إحنا نخلص بكرة أنا بتهيئة دي إنه عدد الفرص وحجم الفرص مش هيكون كتير قوي أكيد هو بلعب زوند فين سببكرة؟ فبالتالي أنا عايز منك أنت شخصياً أنت لعيب كنت في الملعب عينيك ورؤيتك والباس بتاعك والفكرة اللي توصل الفراو ده كويسة فأكيد في عندك نصيح بكرة للتلاتة اللي قدام دول سواء البلاي ميكر سواء كان أفشة أو الاتنين اللي انت خطرتهم أنا هبتدي بإنت خطرت اتنين طاهر ومحمد شريف وعندنا كبان كهرباء أعتقد عنده أكيد بس يبقى ورقة ربحة يبقى ورقة ربحة إن شاء الله بإذن الله إيه أهم نصايح وبلعبه بكرة يمكن أنا برضو في رأيي شخصي أنه ناير هو أعظم حارس مربع في العالم في العالم فبالتالي الفانديفسكي من أهم الهدفين حقيقي هو أحسن نمرة تسعة في العالم برضو بدون جدال فبالتالي مش من أنصف الفرص من أتمان الفرص يعني من تمن فرصة مطلوب منك إنك أنت تتخلص لو حصل وقدرت توصل إيه النصايح اللي تقولها لطاهر وشريف وبواليا وكهرباء يعني اللي عندهم فرص للمشاركة بكرة في المباراة هو طبعا رتم اللعب بتاع باير منخ مختلف خالص عن أي رتم ممكن تشوفه يعني رتم اللعبهم سريع جدا لازم أكون واقف على رجل بدانيا كويس جدا عشان قدر أجاري الفرقة دي تتخليل تسعين دقيقة أكيد ما فيش شك إن هلعب على كونتر أتاك وهقف الخطوطي وهلعب زون ديفينس فرقة زي باير منخ ما ينفعش هلعب معها جيم مفتوح لازم أقفل خطوطي كويس جدا خاصة النص الملعب لازم أقرب المساحات من بعض بالنسبة لأليو ديانج إنه هو يكون مثلا ناحية محمد هاني أو سواء حمد فتحي أو السلية ناحية علي معلول لازم أكون مستحوز على نص الملعب لازم فيه ضغط وبرس بشكل كبير جدا بقى المونخ من الفرق اللي ممكن تديك مساحة أنك تلعب بس في جزء معين من الملعب لكن هو بيعمل ضغط رهيب جدا وبيعرف فيه استخلص الكرة بشكل بسرعة فلازم ألعب على الهجمة المرتدة أفشى من اللعيبة اللي إحنا محتاجينها توقف على الكرة ولازم يشغل محمد شريف ويعتمد على سرعات محمد شريف وطاهر محمد طاهر عشان كده أنا اخترت الاتنين دول طاهر عنده سرعات كويسة جدا وقوي جثمانيا محمد شريف من اللعيبة اللي بتعرف تستفاد وتستغل أنصاف الفرز محرج بتقول فأفشى من الناس اللي هي ممكن توقف على الكرة وتقدر تلعب بالفرقة كرة انت قلتلي النور ماتش دالي السيناريوهات كتير جدا أكيد أنا أقول اتفقت يعني اتفقنا مع بعض أو انت قلت أول ربع ساعة مهمة جدا أنا أقول تلك كمان يمكن تكون أول خمس دقائق في المباراة مؤثرة جدا تبتديها زي يعني والسيناريوهات المتوقعة وإحنا الكلام لما جابنا حتى وجبنا سيرة ماطش مصر ببرازيل وقلت لما البرازيل سجلت الأول أغلب الناس قالت خلاص يعني الجيم خلص وصعب أنك أنت تبقى البرازيل كسبانة وأنك أنت ترجع وتكسب بتبقى بتبقى داون قوي لكن رغم كده عمال نشوط من أجمل أشوار ولي منتدى مع عامين مع بطل العالم طبعا فبالتالي السيناريوهات وتتعامل معها زي من وجهة نظرك تبتدي المتش الأول أنت اتفقت معي على ربع ساعة أول ربع ساعة إزاي زي ما قولت حرك هيبقى طبعا زون ديفنس وبالعب على كونتر أتاك لا قدر الله بير مونيخ أحرز هدف في بداية المباراة لازم ما ينفعشه برضو أنه نفتح خطوتي لازم أفضل متماسك زي منه لأن فرقة كبيرة زي دي لو فتحت خطوطك معها الموضوع ممكن يهرب منك وزي ما شفنا في برات برشلونا كانت النتيجة طبعا حاجة خيالية بير مونيخ من الفرق اللي ما بتزهقش يعني برشلونا ريال مدريد ممكن يكسب تلاتة أو أربعة وخلاص طب ويستحوز ويدور كرة لكن بير مونيخ في مباراة برشلونا كسبان سبعة وبيجيبوا كرة من الشبكة وبيكمل فهو ما بيزهقش من الأهداف وبيعمل ضغط غير عادي فأنا بتمنى أن أول ربع ساعة أو عشر داية الأولانيين اللي بقى يكون على رجلها لأن دول هيدا يضيعوا الرهبة خاصة لو ما دخلش فيك هدف بدري الرهبة هتروح واللعيبة هتحس نفسها لأ أنا بلاي بير مونيخ وأنا ندي لي وشوف العامل البدري مهم جدا بكرة خاصة اللعيب نص المنعب عشان هيبقى في جاري كتير جدا قال يو ديانج والسلائي وحمد فتحي بشوفهم من أهم تلات ديفندورات موجودين في مصر وفي الوطن العربي وفي أفريقيا دلوقتي ما شاء الله عليهم التلاتة عندهم مستوى ثابت ورائع قال يو ديانج عندهم حتة زيادة العددية كمان مع المهجمين ممكن يكمل ممكن يكمل عشان كده لعبنا باثنين تحت محمد شريف أو أي أن كان ويلتر واليا لو هو اللي هيبدأ بشوف أن احنا ما ينفعش نفكد الكورة حتى لو أنا علي ضغط لازم اللعيبة تكونوا قريبا من بعض مقدرش هفكد الكورة تلفقات الكورة هتلاقي الضغط عليك غير عادي الله كابتال محمود أنا نفسي أنا بكرة أرعب المباراة نفسي أنا شخصية هنكون مسارك في المباراة من نهاية مباراة الدحيل يوم الخميس وإحنا ناس كلها قاعدة مستنية يوم لاتنين تفرج على نادي الأهلي سواء اللي بيحب نادي الأهلي أو لو بيحبش نادي الأهلي ناس كلها مستنية تتفرج على نادي الأهلي في مباراة يوم لاتنين طب تسمح لي أخد دقيقتين من وقتنا لأن كنت أذكرت نقطة مهمة جدا إحنا هنا في السادسة منتفقين إحنا ما بنلتفتش كتير للكلام اللي بتقال ومناخدش وقت إحنا كرة بالنسباننا المتعة وإحنا هنا وراء فريق نادي الأهلي لكن في وقت كلام اللي بقوله حضراتكم ده عشان الكلمة في النهاية أمانة ومسؤولية بداية خليني أسأل مع حضراتكم نسأل كده شوية أسئلة هل الأهلي محتاج جماهير نادي تاني تشجعه أو تقف في ظهره عشان يعمل فارق بالتأكيد لا خالص جماهير النادي الأهلي لوحدها كافية وأي مبدعم كبير ومسندة كبيرة كبيرة أوي وعندها ثقة في فريقها طيب هل لو جماهير نادي تاني أو عندها تانية شجعت النادي الأهلي هل موقف المباراة بكرة هيختلف أو نتيجة المباراة بكرة تختلف برضو بالتأكيد الإجابة لا لكن الأهم عشان فيه ناس للأسف الشديد جدا بتتلعب بالكلام وبتحاول تعمل غسيل مخ الرياضة مش مجال أبدا للتعصب ولا للتطرف التعصب اللي ممكن يكون فيه النهاية مشواره أو نتيجته العنصرية أو التطرف اللي برضو ممكن يكون فيه نهاية مشواره الإرهاب محدش يستغرب من القياس ده لأنه مفترض أنه في الرياضة المنافسة شريفة وفي الرياضة بتحكمنا في النهاية روح رياضية ومفترض أنه كل الجماهير اللي موجودة في الملعب لما بتكون شايفة مباراة تسقف في النهاية للفريق اللي كسب مفترض أنه اللاعبة لما تخسر المباراة تروح تسلم على الفريق المنافس وتحييه على مجهوده أو على فوزه دي أصول الرياضية كون أنه مش ده اللي احنا بنشوفه أو مش ده اللي بيحصل ده مش معناه أنه ده الطبيعي لا هنا فيه خلل وفيه قصور في النهاية اللي مش هيشجع النادي الأهلي بكرة غير جماهير النادي الأهلي يعني مش مفترض أنه احنا نقول عليه خيانة لأنه الكلام ده أنا سمعته سمعته بيتكرر وكأنه رسالة موجهة مفترض أنه الأهلي بكرة بيلعب بيمثل مصر مش مطلوب من جماهير الأندية الأخرى أنها تتمرمغ في الأرض وهي بتشجع النادي الأهلي وتعبر عن تشجحها بالروح وبالدم لكن مفروض أنها تبقى وقفة وبتساند وبتتمنى فوز النادي الأهلي لأنه في النهاية بيمثل مصر أي حد مش هشجع النادي الأهلي مش بالضرورة يكون خاين لكن بالتأكيد عنده خلل عنيف في الموازين لأنه ما يتهيقليش أنه فيه حاجة ممكن تكون بترفع عالم مصر وبتشرف مصر والمصريين وما نقفش وراها وما يتهيقليش برضو أنه فيه حاجة ممكن تبسط ملايين المصريين بره وجوه مصر وما نتمناش أنها تحصل بل بالعكس نتمنى العكس ده اللي بالنسبالي لا منطقي ولا مفهوم معلش كان مهم جدا نواجه الرسالة دي كابتر محمود لأنه لأسف شديد بقى فيه حاجات كتيرة جدا مختلة والحقيقة بيوجع أنه فيه ناس بتأكد على الخلل ده أرجع لمطش بكرة معاك تاني جماهيل الأهلي بالتأكيد هتكون أكبر من أو أكتر من جماهيل البيرن بكرة بيستني إيه من الجمهور في الملعب الجمهور يعني عايز أقول لك الناس اللعيبة في الملعب مفتقطة الجمهور بقى لهم سنين مجرد ما بيشوفوا الجمهور اللعيب بيشوفوا الجمهور في المندرجات موضوع بيختلف 180 درجة بياخد باور غير عادي الناس أول ما شافوا اللعيبة شافوا جمهور في مبارات الدحيل شوط الأولاني شفت الأداء كان مختلف تحسن تفرج على فرق أوروبية أنا كنت فخور جدا ومبسوط جدا بالأداء جدا في مبارات الدحيل خاصة شوط الأولاني شوط تاني التراجع كان للحفاظ على نتيجة كنت مستني استغلال الفرص والسيدرة أكثر من كده طبعا بس طبعا دي مباراة بتوصلك لمباراة نص نهائية مع باير منخ فالطبيعي أنت لازم تحافظ على هدف اللي أنت جبته وكل مدير فني ليه أسلوبه وطريقته لكن في الأول في الآخر الجمهور شكله في المدرجات حاجة تفرح كنا مفتقدون وبقلنا سنين فاللعيبة أنا شايف أنها بكرة مجرد ما تشوف شكل الجمهور الجمهور هيضيع رهبة كبيرة جدا لللعيبة وهي بتسخن في برد بارميونخ نستني بكرة بفرغ الصبر طبعا أكيد أن أنا أشوف نادي الأهلي وأبقى سعيد أن أنا خاصة كمان نويلعب بكرة بتشيرتي نادي الأهلي طبعا زي اللحمر حاجة تفاول نفدي برضو تفاول كبير جدا نطلع بشكلنا الأساسي اللي تعودنا عليه خليني أسألك على السرعات شوية لأنه خط نص وخط هجوم الباير يمتاز بسرعات لعيبة مرسل يعني يعني ودي مدرسة الباير يعني عندنا جنبري عندنا كومن عندنا حتى ليرويساني سرعات مطلقة هل تشوف أنه بكرة لو خط ضهر النادي الأهلي مع خط نص وقفلوا المساحات ودياوا المساحات نقدر نتعامل مع موضوع السرعات نقدر نحرم الباير من واحد من أهم أسلحته وإيه الدور اللي يقوم بيه معلول وهاني اللي بعتقد عليهم جزء كبير جدا من المهمة دي مهما كانت السرعات المتواجدة ومهما كانت الفوارق اللي موجودة ما بين باير من أخونادي الأهلي علي معلول عنده سرعات كبيرة جدا علي معلول من أسرع اللعيبة موجودة في الدهر الممتاز وعنده كورة رائعة طبعا محمد هاني من اللعيبة الشابة زغيرة اللي خد فرصات فرص بدري جدا وأصبح دلوقتي من الأعمال الأسلية في نادي الألي عنده سرعات رهيبة جدا محمد هاني بشوف أن هنقفل مباراة بكرة بيكون فيه أليو ديانج وحمدي فتحي خاصة واحد ناحية علي معلول وواحد ناحية محمد هاني ويكون السلية هو اللي سابت فيندر هيفرق بشكل كبير جدا أنه ممكن تقدر توقف السرعات دي بس هي الفكرة أنه أنت تقدر تكمل 90 ديئة مع فرقة كبيرة زي بار مونيخ فبقول لك أن لو عد فعلا أول عشر دي أربع ساعة واللعيبة صدقت نفسيها أنها متواجدة في كاس عالم أندية وطلعها مباراة كبيرة مع بار مونيخ لا هنقدي بشكل كويس جدا وممكن نطلع بنتيجة كويسة بدلوا أيمن الحقيقة تعاملوا مع اتنين من أخطر الفراودة على مستوى الكرهة الأسيوية في مطش الدحيل سواء أولانجا هدف سوبر على فكرة ما ظهرش جماهير النادي الأهلي وما حسناش بمدى خطورته لكن اللي يدور على اللعيب ده ويبص على هدفه في الدور الياباني أنت بتكلم على مهاجم من طراز فريد والمعزة عالي الحقيقة كمان هدف أسيا ولاعب عنده إمكانات عنيفة جدا ورغم كده كانوا الاتنين تحت السيطرة ما حسناش بقوتهم وخطورتهم بكرة عندنا ليفاندوفسكي أهم مهاجم فيه على مستوى العالم الحقيقة مهاجم قناص رقم 9 نموذجي ايه النصاح التي توجهها لأيمن وبدر عشان يقدروا يحدوا من خطورة ليفاندوفسكي طبعا أيمن أشرف بشوفه من اللعيبة اللي مستوى ثابت ما شاء الله يعني الفترة اللي فاتت لعيب رواجل جدا لعيب مكتهد جدا ودايما اللي بكتهد ربنا بكرمه بدر بنون من أهم الصفقات اللي جات كالنادي الأهلي محتاجها بعد حجازي ما مشي من مسلمين أو ثلاث مواسم من اللعيبة اللي بتقدر توقف على الكورة اللعيبة كورتها هادية جدا لعيب صعب ترقصه عنده هدوء كده والثبات كده في طريقة لعبه فيه كاميا ما بينهم كبيرة جدا ما بين أيمن أشرف وبدر بنون هي اللي مخليها في نجاح في خط الدفاع لنادي الأهلي ومخليها الشكل الحلو اللي احنا بنشوفه وتحس ان الفترة اللي فاتت الشكل لنادي الأهلي في الناحة الدفاعية بقى مختلف جدا بسبب سبات التشكيل في الناحة الدفاعية بالذات كنت الأول ممكن تشوف ياسر برايم بيخش رام ربيع على سعد السمير متولي قبل الإصابة كان فيه ممكن شوية تغيير في التشكيل في الناحة الدفاعية لكن بقى لنا فترة بدر بنون وأيمن أشرف كميتهم ماشية مع بعض من اللعيبة الرجالة جدا ودائما كنت انت محتاج حد في الدفنس يكون لعيب كورة يبدأ هجمة من تحت بشوف ان الاشتراك الأولاني في مبارات بكرة ما بين بدر بنون وأيمن أشرف مع مواجمين بير منخ الفندفسكي أو اللي يكون متواجد الاشتراك الأولاني وأول كرة بتفرق جدا مع اللعيب سواء العيب مهاجم أو سواء العيب مدافع أول كرة بتطلع منك يعني المدافع انت لو خدت أول كرة من المهاجم بتفرق معك على مدار المباراة وهكذا بالنسبة للمهاجم سواء قفشة أو أيمن أو محمد شريف أو طاهر أول كرة ليه راح بيها رقص شات شوطة عمل حي بتفرق معه جدا على مدار المباراة حتى الحلقة اللي احنا عادين بنتكلم فيها على مطش الأهلي وبير ميونخ في كاس العالم للأندية هاي للتاريخ منتظرين بكرة ان شاء الله رجالة الأهلي يكونوا على قد المسئولية ومش عايزين حاجة من المطش غير ان احنا نستمتع بأداء راقي عبر عن تاريخ وعن شخصية النادي الأهلي في مشاركته رقم 6 في كاس العالم للأندية بشكر كابتن محمود سمير شرفتنا نورتنا كالعادة في السادسة واستمتعنا بالكلام معاك وان شاء الله بعد مطش بير ميونخ اي ان كانت النتيجة هيكون لنا كلام تحياتي الحضراء شكرا